جمال النهاردة وخليفة عيحطوا تشكيلة من الحارس للمهاجم الأفضل في الدورة بعيد عن الأهل يوزبك وبرامز بالمرة كمان عشان هم برامز بقى في الدائرة بتاعت الأهل يوزمالك يعني نبدأ بحراسة المال وشوف انا هخش لك على الجد على طول قبل بس ما نتكلم على التشكيل قبل ما نتكلم على التشكيل يعني هنحط حتة كمان احنا خطين شوية معايير انا بالنسبة لي حطت شوية معايير رقم واحد انه يكون الفئة العمرية بتاعت اللاعب لانه ده هيعكس بشكل ما مش بس احنا مش بنتكلم على من تقلق لان في ناس تانية تعلقت غير دول عشان ما قاش بنزل من تقلق خارج الحداشر اللي أنا جايبهم او الحداشر اللي جايبهم خليفة النقطة التانية بنتكلم على التسويق وانه مين من دول ممكن يبقى موجود في مريكاته الشتاء او مريكاته الصيف لو كمل على ده فانت بتتكلم على قيمة تسويقية فئة عمرية بتتكلم على انه اللاعبه دي تقلقت وما كانش عليهم الاسبوت عشان كده استبعدنا اهلي وزمالك وفوشير فيه بره اهلي وزمالك وبرامدز فيه بره الاهلي وزمالك وبرامدز اللاعبه بتروح منتخب بالمناسبة وهات اليوم معانا في التشكيل لكن بتكلم على اللاعبه انا حاطت حاجتين يا لعيب تقلق يا لعيب عليه كلام كتير انه هو رايح في حتة او ممكن ينتقل في الشتاء او في الصيف ومن بره الاهلي وزمالك وبرامدز هبتري في حراسة المربع؟ لا انا حاولت ابعد شوية عن اللي هو كل مان كان عليه سبوت كبير يعني مثلا لو هنتكلم فبعدنا احنا قريدي استقررنا هنبعد تعد عن الاهلي وزمالك وبرامدز وبالتالي برضو بتعدت عن اللاعبه اللي هي قريدي يعني خلاص بقى وليستابلشت في الدوري ومعروف وبيروح المنتخب زي ما جمال قال كده يعني انا مثلا في الباك اليمين ما روحتش لعمر كمال هو افضل ظهير ايمان موجود في الدوري مع محمد الشيبي ولكن خلاص هو الجمهور مش ممكن ما يبقاش عايز يسبع تاني عمر كمال مش محتاج يسمع ان عمر كمال عبي واحد جامد اه بالضبط حتى اللاعبه اللي ممكن اتكلمنا عنها بالنسبة لي في اللحظة الشهر اللي انا اخترتهم لو فيهم لعيب قريدي معروف شوية لان في ساحة لعيب برضو بيبقى فرض نفسه قوي محتاج تقول عليه انت انت الافضل ما جبنالوش لقطات كتير وما اتكلمتش عليه كتير يكون تحريص على الناس اللي هي مش باينة قوي ان احنا نلقي الدوق عليهم ويبقوا باينين عشان المشاهد يستمتع بالعيبة وبعد كده يتفرج عليهم وكمان فيه لعيبة كتير بتستحق التحية فهي تحية برضو مننا للأداء وخصوصا احنا بنتكلم على الست أسابيع دول حلو حلو هنعمل ديل مع بعض يلا بينا هنجي بسرعة جدا عشان نضمن نحن نوصل للعب رقب حدواشر في الدول يلا بينا نبدأ بحراسة الموضوع لعب رقب واحد بالنسبالي ونعرض القطات يا القطات مش كتير علشان نكسب وقت يعني عبدالعزيز البلعوطي لعيب من اللعباء اللي ماشين بشكل ممتاز من المسلم الماضي من الحراس اللي ساعدوا اينبي بشكل كبير جدا خاصة مع وجود تامر مصطفى المسلم الماضي والمسلم الحالي انه ساهم في مباريات وفي توقيتات صعبة جدا يعني في المباراة دي كانت مباراة اينبي امام فيوتر الراجل تقلق شل واحدة صعبة جدا مباراة الزمالك شل اكتر من واحدة وساهمت في انه في المباراتين سواء اينبي يتعدل او يكسب في مباراة الزمالك ساهم باكتر من كورة انه هو يساعد اينبي انه يكسب بالمركز اللي في اينبي دلوقتي والحالة اللي عليها اينبي وأنهم قادرين يلموا ابنات بلغة الكورة في الدور الأول وقادرين يتواجدوا في مكان كويس بعدد من اللاعبين فيه منهم كتير لعبين صغار لا بتتكلم على أنه وراهم حارس متميز جدا حارس وبالمناسبة معلومة على الهامش أنه كان مرشح جدا جدا أنه روح منتخب مصر هو ومحمود الزنفالي حارس مرمى الداخلية خلال التجمع الماضي لكن يمكن رؤية فيتوريا أنه لازم فيه حارس ثالث صغير شوية في السن هذه شوية اللي قللت من فرصتها قولنا بس معلومة كمان على الهامش عشان ممكن الناس كتيرا ما تعرفاش أنه البلغوطي واحب من نشيه النادي الأهلي وقالوا خرجوا من النادي الأهلي أده جيل محمود كهربا يعني كان خرج هو كهربا مع بعض الانبيان وننني برافا علي طيب أنا شخصيا بقى كان عندي معيار أصعب شوية أن جمال اختار قبلها فأنا كنت ببعد قدر اللي كان عن اختياراته بس طب حلوة تعال انتفق اتفاق إنه ممكن اختبار اختيارات جيمي ديته تبقى متافئ معها بس احنا بنكمل يعني فرصة انت تجيب نجمة آخر يعني واحد تقلق آخر فروحت الحد هو ممكن اسمي ما اتذكرش كتير عشان ما لعبش كتير مع الجيش محمد شعبات عظيم هو ظروف اللعبه صعبة جدا الجيش ممشاش كويس في أول ثلاث مباريات تعادل وهزيمة وهزيمتين فالراجل لعب في ظروف صعبة جدا يعني دخل في جون من مصر المصري مصعب صعب قصدي بعد كده هو تقلق في المباراة دي اللي كانت فيصلية لطلاع الجيش لقاء السراميكا واخد ما نفزمتش شال كتير جدا جدا في مباراة السراميكا كونت صعبة جدا كونت صعبة جدا وكان زي ما بقولك يا نقطة تتحوله الجيش قبلها الجيش كان معاه نقطتين من ثلاث مباريات في اللقاء ده الفوز وهو كان ما نفزمتش وجيف بوش الاسماعيلي الجنين برضه هو ممكن يكون يعني دخل فيه جنين ولكن في رأيي الجنين من مسافات قريبة جدا مش بتروعه تماما تصدى الحاجات كتير فانا بلق الدوع عليه وخصوصا ان هو زي ما قلنا كان جاي حارس تاني في طلاع الجيش فان هو ياخد ان هو يبقى الحارس الاساسي ويلعب فدي تحية ليه ان هو قدم اداء جاية في بعض تفق جدا مع خليفة بالمناسبة عظيم اعمل مصوت ممتازة عمر كمال عبد الواحد وكان روحت لعمر وحطه في مركز الزهيري ايمن في تشكلتي لان هو في الاخر بيلعب في مركز الزهيري ايمن سوء مع المنتخب او حتى في المعتاد مع فيوتر نعرض الجراف بتاع عمر وبعدين نعرض الفيديو بتاعه النهاردة عمر كمال بيبدأ الموسم في مركز الباكليفت بيتقلق وبيسجل اهداف وبيصنع من مركز الباكليفت علشان كده حبيته القدوق على دي على ان الراجل ده في الباكرايت بيروح منتخب مصر بيتقلق منتخب مصر وبيسجل مع منتخب مصر ومشتهدف في الانتقالات اللي جاية يمكن من ضمن المعيير رحطيتها متوسط التقييم عدينا على اكتر من بلاتفورما كده وبقيت اجيب متوسط التقييم لمجموع المباريات هذا الموسم فمتوسط التقييم بتاع عمر كمال عبد الواحد سبعة وخمسة من عشر ده متوسط جايد جدا بالمناسبة سجل هدفين عنده تلاتين سنة القيمة التصوخية بتاعته 40 مليون جنيه لكن نحط في الاعتبار ان القيمة التصوخية بتاعته 40 مليون جنيه لكن متبقف عقده 6 شهور فعشان كده مش هينتقل بال40 مليون جنيه لو انتناقل في يناير الحالي غيره 30 سنة كمان ان هو لما هيجي لما في العيب لما نيجي المبلوله 31 سنة لا وهيدفع فيه اكتر من كده لو هيمشي لكن عمر كمان عبد الواحد علشان مبقف عقده 6 شهور كمان فده شوية ما بيخليش الرقم طعم بيبقى ممكن نوصل ما بين ربع وثلت الرقم ده وينتقل يعني اللقطات بتاعت عمر كمان عبد الواحد الهدفين جاب الهدفين جاب الهدفين جاب الهدفين جاب الهدفين اتذكر ده واحدة ده كان في مرمى منتخب تونس ده منتخب تونس كنتش شايف ده في مرمى منتخب تونس الموسم الحالي برضو بالرجل اليمين بالرجل اليمين هيحطها تاني واحدة بشماله واحدة بيمين واللي في الدوري من اين من الناحية الشمال انسى خلاص وحطتهم بيمين ولا بشماله ودي ايجادة عظيمة انه بيجيد التصويب وبيجيد استخدام كلتا القدمين نروح للهدف اللي بعديه على طول هتلاقي انه الراجل قادر طول الوقت انه استخدم رجل الاتنين ودي بشماله كريم جون عظيم من احلى الاجوانة اللي اتحطت في الدوري السناني مع جون احمد القندوسي اللي بالمناسبة بنفس الطريقة لكن القندوسي اشوى الاصلي حطاها برجله الشمال في واحدة تانية بعدها حطاها برجل اليمين يتردد اكتر من مرة في مباراة فيوتشر فانت بتتكلم على انه طالع هنا من هنا كريم النقط اللي بعمل على سبوت طالع من ناحي الشمال وبالعب باك شمال في التشكيلة الاساسية من بداية المباراة وبالعب في مركز الباكريفت وده كان اسيست من عمر كمال عبدالواحد ده الجون اللي انت بتتكلم عليه برجله اليمين في مرمى الدخلية زي ما تلك على ما اتذكر انه كان في الدخلية فعمر كمال عبدالواحد بالنسبة لي هو افضل زهير ايمان في مصر بالتساوي امتفق جدا مع خليفة محمد الشيبي لعيب بيراميز لكن حتى فأنا نحن طلعين كرامة من صوات آله الزمالك زاهير ايمان روحت البروفايل ثالث غير يعني عمر كمال البروفايل الباك الهجومي الشيبي المتوازن والأفرات روحت الاحمد محمود زاهير ايمان الجونة الجونة من الفرق كريم روح من ناشين الزمالك من ناشين الزمالك من معارل الجونة الجونة من الفرق اللي عملت بداية دوري احسن كتير من كل التوقعات يمكن اول موضشين مكانش الفريق كويس أنهم بنتوا من الأهل لفريد الوحيد الوقت في الأهل. أحمد محمود بتميز بحاجة خلينا نبص عليه. أداء دفاع قوي. يعني تعالى نشوف اللقطات. أنا جمعتها من ماتش الأهل. ماتش قوي واختبار صعب جدا ضد لعيبة قوية في الأهل. بص دايماً دي الحتة اللي هو عارف اللي بيحصل في ظهر. اللي هو الوعي شوية. برضو الراجل يكون خارج من مدرسة الزمالك. فعنده الحتة بتاعت إدراك أنه هو واقف فين وحاجة زي كده. تعالى نشوف بعد كده التدخلات كمان في الكرات العالية. كان مماس فيها جدا ودي بتيبقى مهمة جدا للظاهرة الطرف. إنه يبقى كويس جدا. أما بيخش بقى جوة. لا الراجل بيعرف ياخد الخطوة الوراء. وبيعرف يرتقي في الالتحامات الهوائية بشكل كويس. هنا برضو كل العلي كان واخده بشكل كويس جدا. هنكمل برضو الإدراك بتاع الزمان هو فين. واقف مراحش ورا العيب الأهلي. حتى بقى كمان هي ميزة بس ياخد باله منها. عمل في الرقاء الأهلي مثلا خمس مراوغات. المراوغات دي كتير. كتير على باك طرف. بس منهم اتنين مقطوعين. ومنهم واحدة كتنمقطوعها في مكان متأخر شوية. تعالى نشوف المراوغات. يعني عدد المراوغات نفسه كتير على باك طرف. محتاج أحمد محمود يعني ياخد باله. دي عدد المراوغات. يعني دي خمس مراوغات نجحة. بس ياخد باله جدا إن في مراوغتين. في الآخر دي أنا جايبها في الآخر. هي طلعت قاوت. بس لو تقطعت لجوة الملعب كتبقى خطيرة جدا. فده نقاط نقاط تحسن ياخد باله منها. السقة اللي هي جاي بيها. لا تهدى شوية لأن هي محتاج فلترة شوية دوري صعب. فنشوف المراوغات كده سريعا لو معنا لو مش معنا. يعني كانت فيها مراوغات مميزة. دي ماشي أنا مع أن اللعب يروغ في التلت الأخير. إنما دايما التلت اللي هو بتعمل عبك أنت بتبقى واخد بالك دي بيوسع لنفسه بشكل كويس. لما أتكلم عليها هتبقى في الآخر. يعني ما جبتش كل مراوغات دي. دي مسلا ده مش مكان تختار فيه مراوغة أبدا 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 أبدا. هنا دي اتقطعت راح تقود. دي لو اتقطعت لجوة الملعب حاجة خطيرة جدا. فمع صغر السن بتاعه ياخد باله من الحتة. ممتاز جدا.